اشتركوا في القناة اختفى بريدن صيف عام 2009 كان امرا غير مألوف بالنسبة اليه ذعر والده عندما اكتشف اختفاء مسدس كاد قلبي ان يتوقف الى جانب مجموعة من الادلة التي تركها خلفه لم نعرف ان اتجه الى الشمال او الجنوب اكتشفت السلطات ان هذا الشاب كان يخفي سرا غامضا لقد كان بريدن خائفا جدا بشأن قضاء ليلة في السجن تحول البحث عنه الى مطاردة على بعض اكثر من الف كيلومتر في تلك المرحلة نبحث عن جثة انه شهر يونيو من عام 2009 حيث يستمتع بريدن البالغ 22 عاما بالصيف وحده فقد انتقل الان من منزل والديه الى شقة في المدينة الجامعية في لورنز في كانسوس كان بريدن مصمما على انه يريد السكن بمفرده وانتهز فرصة الانتقال للسكن مع شخص ارتاد المدرسة معه وعثروا لانفسهم على شقة لينتقلا اليها معا كان تركه المنزل امرا غاية في الاهمية لي وله ولكن الوقت قد حان لذلك اراد ان يكون مستقلا وهو امر شجعناه عليه بقي بريدن يرى والديه غالبا ويزورهما في المنزل في اوليف التي تقع على بعد 30 كيلومترا فقط الى الشرق من لورنز كان يأتي ليأكل معنا ويعود لاخذ بقايا الطعام كان تاد يحب الشواء ولهذا كان بريدن يحب الشواء ايضا وكان يأتي ليتبدل وصفات الشواء واسراره معا كان بريدن يتوقف لزيارتهما غالبا في طريقه الى العمل فهو حارس امي في مجر في اوليف في مكان غير بعيد من منزل والده قال انه يحلم بالعمل في باسبرو ليكون حول طعوم الصيد والمسدسات وكل شيء عندما لا يكون في العمل ينضي بريدن غالبية وقته تقريبا في القيام بنشاطات خارجية كان بريدن من طفولته يستمتع بالخلاء كنا نركب القوارب المططية ونتزلج على الماء كل دقيقة فراغ لدينا كنا ننضيها في الصيد كان شخصا يحب الاماكن المفتوحة مئة في المئة كان يخيم منذ صغره مثكان يحب ما هذا؟ سمكة بل انت من اصطادها؟ كان يحب الصيد وصيد السمك كان لدى بريدن شغف قوي بالجبال ظهر ذلك بوضوحه في رحلة عائلية الى كولورادو عام 2007 لقد حظي بكثير من المرح في ذلك الاسبوع كان يقول دائما دعونا نتوقف ونفعل هذا ونبدأ بهذا كنا نسير في الجبال وكان سعيدا في منتصف يوليو من عام 2009 كان والدى بريدن خارج المدينة لبضعة أيام عندما عاد يوم الاربعاء الموافق للخامس عشر من يوليو تواصلت ستارلا مع بريدن أرسلت له رسالة نصية لأنه يعلم أننا خارج المدينة وقلت له فيها إننا في المنزل وقد عدنا بسلام تبادلت ستارلا الرسائل مع ابنها في تلك الليلة وأخبرته بأنها وطاد سيشاهدان فيلما في تلك الليلة أخبرته بأني لا أريد الانتهاء من الحديث إليه لكن علينا الذهاب لأن الفيلم على وشك أن يبدأ أنضت ستارلا وطاد الأمسية في السينما لكن عندما عاد لاحظا شيئا غريبا كان تاد يجلس أمام الحاسوب ثم قال بريدن حول بعض المال لم يكن أمرا مهما عادة ما تحدث حالات يتصل فيها بريدن أو ابنتنا ويقولان أنا أحتاج إلى المال إلى أن أقبض راتبي قبل يوم الجمعة هل يمكنكما إقراض بعض المال؟ هذا يحدث طوال الوقت لكن هذه المرة كان المبلغ الذي حوله بريدن أكبر بكثير من المعتاد كان المبلغ 800 دولار وعادة ما نتحدث عن 300 أو 400 دولار ما يكفي لدفع حصته من الإيجار أو التأمين المستحق أو شيء كهذا اتصلت به هاتفيا وأجابني البريد الصوتي فتركت له رسالة أطمئن فيها إلى حاله وسألته إن كان في مشكلة وهل لديه المال؟ ذهبت ستارلا وطار للنوم وهما يشعران بالفضول لكنهما ليسا قلقين جدا بشأن تحويل المال كان يظنان أن ابنهما سيقدم لهما شرحا في الصباح لكن في اليوم التالي لم يتصل بريدن أتى يوم الخميس ولم نسمع أي خبر منه وهذا لم يكن من عادته فقد كان هو وستارلا مقربين جدا ويتبدلان الرسائل مر يوم آخر من دون أي كلمة من بريدن قمضى والداه بقية الأسبوع يبحثان عنه وقاما بالاتصال به دوريا كما قاما بجولة حول شقته ومكان عمله بحثا عنه لم نكن نعرف ما يجري لكننا كنا مصممين على الاستمرار في البحث عنه والذهاب إلى الأماكن التي يتردد إليها على الرغم من قلق والدي بريدن الشديد إلا أنهما لم يتصل بالشرطة من مبدأ احترام استقلال ابنهما حديث العهد لكنهما تواصلا مع أصدقائه ومن بينهما صديقة بريدن السابقة إلانا راين تواعد هذا الثنائي أربع سنوات تقريبا قبل انفصالهما منذ عام ونصف تحدثت إلى ستارلا وأخبرتها بأن رأيت بريدن في محطة وقود في المدينة كان اللقاء قصيرا وقال مرحبا كيف حالك؟ لم يبدو متلاهفا على الحديث إلي مع أنه كان يحاول مصالحة قبل فترة وبدى هذا غريبا قليلا كان لقاء إلانا مع بريدن قبل ساعات فقط من الرسالة الأخيرة التي تبدلتها استارلا مع ابنها يوم الأربعاء الخامس عشر من يوليو بدأ قلق والديه يكبر يمكنك أن تتخيل قلقنا كان كلنا محطما مرت أربعة أيام كاملة مذ سمعت ستارلا وطارد من بريدن هما لا يعرفان ما الذي يجب أن يفعله الآن إلى أن جال في خاطرهما شك مفاجئ لسبب ما صباح الأحد نهضنا وكانت تنتابنا تلك المشاعر في خزانة غرفة نومنا كان هناك رف نبقي في علبة مسدسا من عيار تسعة مليمترات للحماية وكانت حفيدتنا في زيارتنا منذ أسبوعين ووضعته في مكان مرتفع حتى لا تصل إليه لذا فقد كنت قد شاهدته الأسبوع الماضي وتحققت من وجوده كنت قد رأيت علبة المسدس هناك على الرف ولم أعرف لماذا لكنني أمسكتها لأصل إلى المسدس نفسه وكانت فارغة وكاد قلبي يتوقف أفراد العائلة فقط هم من يعرفون مكان المسدس كان تاد وستار لمتأكدين أن بريدن هو من أخذها كان المسدس قد اختفى وأصبحنا نشعر بتوتر شديد وقال تاد إنه سيذهب إلى الشرطة الآن بدأ البحث عن بريدن الآن يسلك منحا جديدا طاليا إلى أين ذهب ولماذا يحتاج إلى مسدس؟ إنه أسوأ شعور في العالم كنا غاية في الذعر تاليا منع والدة بريدن من تقديم بلاغ بفقدان ابنهما كانت مشاعرنا متأججة جدا في تلك اللحظة لم يرى تاد وستارلا أو يسمع شيئا من ابنهما على مدى أربعة أيام على الرغم من محاولاتهما المتكررة للاتصال به بدأ يشعران بالخطر فعلا عندما اكتشفا اختفاء مسدس من منزلهما عندما اكتشفنا اختفاء المسدس ذهبنا إلى الشرطة في قسم شرطة أوليث لم يسمح لعائلة فوكسا بتقديم بلاغ فقدان لبريدن لأنه تجاوز الحادية والعشرين من العمر ولا يعيش معهما في المنزل المشكلة أنه كان راشدا لكنه لا يزال ابننا لكنهم لم يروا الأمر من هذا المنظر قالوا لنا بما أنه كان يعيش في لورنس مع زميل سكن فيجب على ذلك الزميل أن يقدم بلاغ الفقدان كان الأمر محبطا لأن عواطفنا كانت جياشة جدا ولم نعرف ما الذي يمكننا فعله سوى ذلك وفي خلال الحديث ذكرت أنه أخذ مسدسي وهذا غير من مسار الأمور تماما فقاموا بأخذ البلاغ مباشرة وقدموه قدم أهل بعيدا للشرطة وصفا تفصيليا لابنهما وسياراته والمسدس جرى تقليف المحقق كانتين تومسون متابعة القضية راجعت البلاغ القائلة إن لدينا شابا مفقودا في الثانية والعشرين من العمر وأنه اختفى فقط وكان هناك مسدس مفقود من منزل والديه لذا من الواضح الآن أننا قلقون بشأن ما يجري عندما بدأ المحقق تومسون بالتحقيق ذهب أهل بريدن إلى المنزل وانتظر هناك لكنهما لا يستطيع أن التوقف عن التفكير في أمر المسدس لا نعرف إن كان سيؤذي نفسه أم إن هناك شيئا حدث وهو يحمي نفسه أم إن شيئا حدث له وأحدهم يلاحقه لا نعرف أي من هذا والد بريدن واثقان بأن ابنهما خبير باستخدام المسدس إنه يستخدم الأسلحة مذبدأ السير وكان يصطاد وهو ما زال في سن الخامسة لكنهما يعرفان أيضا أن المسدس الذي أخذه بريدن من منزلهما ليس مخصصا للصيد كثير من رجال الشرطة يحملون مثل هذا المسدس إنه أكثر ملأمة للتصويب والحماية تشعر إيلانا صديقة بريدن السابقة بالقلقي أيضا كان لدى بريدن مسدساته كان لديه مسدسه يحتفظ بواحد في لورنس فلماذا يأخذ مسدس أبيه بدلا من مسدسه؟ في بحثهم عن المعلومات اتصل أهل بريدن بالذين تواصل معهم ابنهما أخير كان هاتف بريدن جزءا من حسابنا لذا يمكنني الدخول إلى سجلاته وأخذت آخر عشرين رقما اتصل بهم وأرسل إليهم رسائل نصية كتبت لهم أنا والد بريدن إن كنتم قد رأيتم بريدن أخيرا اتصلوا بي في البداية لم يجب أحد لكن بعد فترة بدأت المكالمات ترد بما فيها مكالمة من زميله في السكن اتصل وأتى وزارنا قليلا ولم يكن يعرف إلى أين ذهب بريدن لكن زميله في السكن يعرف شيئا آخر عرفنا أنه يوم الأربعاء حمل بريدن حقيبته وقال لزميله إنه آت إلى أوليك ليمضي الليلة معي ومع تات مع والديه والد بريدن كان في المنزل ليلة الأربعاء ولم يأتي بريدن قد قوله إنه آت إلى منزلنا أمر عادي ولم يتحقق زميله من ذلك ولم نكن لنفكر في الأمر حتى نظرا إلى كذبة بريدن يحاول والده تحديد حركته الفعلية نعرف أنه كان في منزلنا في وقت ما لأن المسدس مفكول لدينا جيران في الجهة المقابلة من الشارع ذهبنا إليهم وسألناهم إن كانوا قد رأوا بريدن وقالوا أجل كان في المنزل في الصباح وقالوا أنه أنضى فيه نحو 15 دقيقة ركن السيارة ولوح لهم وسلم عليهم ودخل المنزل وعاد خارجا ولوح لهم مجددا وركب سيارته وغادر كان ذلك في حوالي الساعة العاشرة والنصف آخر الرسائل بين ستارلا وبريدن كانت في وقت لاحق من ذلك اليوم تشير فاتورة هاتفه إلى أن بريدن لم يتصل ولم يراسل أي شخص آخر بعد تلك اللحظة تحدثت إليه عند الثانيات والنصف وهذا يوفر لنا مخططا زمنيا عما كان يفعل بينما كان والداء بريدن يعملان على حل هذه الأحجية ظهر دليل آخر تسلمت هاد مكالمة من ميغين لوتش صديقة بريدن الجديدة التي لا يعلم عنها والداء قابلت بريدن في حفلة في لورنس في نهاية شهر مايو من عام 2009 كان بريدن مضحكا فعلا وكان مركزا كل شيء أعني أن جميع من كان في تلك الحفلة كان هناك من أجله والجميع يعرفه وقد جعلني أضحك لقد أعجبت بريدن مباشرة وأعتقد أنه كذلك تتواعد ميغين وبريدن منذ شهرين فقط لكنها تشعر بأنها قريبة منه بما يكفي لتشعر بالانزعاج من تصرفاته في آخر مرة قابلته فيها في الليلة التي سبقت اختفاءه لقد أمضى الليلة في منزلي وأعددنا العشاء وكنا نتسلم عنه لكنه كان منزهجا ولم يكن على طبيعته أبدا كان شخصا منفتحا فعلا ودائما يدفع الآخرين إلى الضحك وكان من الغريب رؤيته قلقا هكذا في الصباح التالي الأربعاء غادر بريدن على عجل أعتقد أننا كنا في منتصف الصباح نهض وغادر وهو لا يغادر عادة من دون أن يودعني أو يقول شيئا أو يبقى معي بعض الوقت عندئذ سمعت سيارته تعمل ونظرت إلى الخارجي من نفذتي وكان يخرج في سيارته لذا أرسلت إليه رسالة نصية ألن تودعني ألن تقول ودعن أو أي شيء وأرسل إلي رسالة قال فيها ودعن ميغين هذا كل شيء كانت آخر مرة بعد أربعة أيام لم يكن أحد بمن فيهم والده قد سمع منه شيئا كان للمكالمة التالية أثر الصاعقة فيهم في وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم طلقينا مكالمة من قسم الشرطة كانوا قد عثروا على سيارة تيفي داغلس في منطقة وايومينغ تالياً كان بريدن يخفي سراً كبيراً عن عائلته لم نكن لنشك في أن شيئاً كهذا كان يجري على الإطلاق وكأننا كنا في لحظة من الذهول غير الواقعي في الخامس عشر من يوليو غادر بريدن فوكس منزله في لورنس كانسس لم يعرف أحد مكانه قد لا أصدقاؤه ولا عائلته بعد أربعة أيام أبلغت الشرطة عن العثور على سيارته في وايومينغ ما الذي في وايومينغ؟ إنه لا يعرف أحداً هناك لماذا ذهب في ذلك الاتجاه؟ ما الذي دفعه للذهاب؟ كنا نشعر بالحيرة لأكون صادقة كان هناك كثير من الأفكار عثرت دورية الطريق السريع في وايومينغ على سيارة المتروكة وقاموا بتفحصها في الساعة العاشرة وأربع وأربعين دقيقة من يوم الخميس الموافق للسادس عشر من يوليو ولم يكن هناك أحد قربها الآن في تلك المرحلة لم يكن بريدن في عداد المفهودين بعد لذا غادروا المكان لأنهم لم يملكوا أي معلومات أخرى بعد ثلاثة أيام في يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من يوليو قدم والدة بريدن بلاغ الفقدان عندئذ فقط دخلت معلومات بريدن قاعدة البيانات الجنائية الوطنية وأصبحت متوافرة للسلطات في كل مكان من البلاد حصلنا على ما يسمى إدخالاً متأخراً على هذا البلاغ ما أخبرنا بأنه في السادس عشر قامت دورية الطرق السريعة التابعة لشرطة ويومينغ بالبحث عن رقم السيارة هذا قال والدة بريدن للشرطة بأنه على حد علمهما فإن ابنهما لا يعرف أحداً في ويومينغ ولم يذهب إلى هناك من قبل لكن التطورات أزعجتهما بشكل كبير هناك كثير من القطع الناقصة في الأمريكا كل كلما وصلت إلينا معلومات جديدة حرنا أكثر وكأن الأمر كله خارج السياق خلال بحثه عن الإجابات اتصل المحقق تومسون بالأشخاص أنفسهم الذين تحدث إليهم والدة بريدن هو يوافقهما أن هناك شيئاً ما خطأ أنا أعمل في كثير من قضايا الأحداث وعادة ما أتحدث أولاً إلى صديقاتي أو أصدقاء المفقودين وأفضل أصدقائهم وهذا النوع من الناس إن كان أي أحد لديه معلومات مفيدة فعادة ما يكون لديهم فكرة عما يجري وفي هذه الحالة كان زميله في السكن أفضل أصدقائه ولم يكن لديه أي فكرة وميغين أيضاً كانت متفاجئة بكل ما جرى لكن صديقته السابقة إيلانا لم تفاجأ بعدم وثوقه بأحد من وجهة ناظري لم يكن لدى بريدن كثير من الأصدقاء كان شخصاً لطيفاً جداً لكنه هادئاً جداً بدى الأمر وكأنني لم أعرف بريدن أبداً مع سعي المحاقق تومسون للحصول على مزيد من المعلومات حول تصرفات بريدن ظهر دافع محتمل يواجه بريدن احتمال السجن بتهمة السابقة كانت تهمة الصرقة ناتجة عن صرقة بريدن بعض المال من رب عمله كانت تهمة صرقة من مستوى جنحة وفي كينساس هذا يعني أنها كانت أكبر من ألف دولار لم يخبر أحد وردي بريدن باعتقاله عندما قدما بلاغ الفقدان عندما انتصلت الشرطة لإبلاغهما أصيبها بذهول شعرنا بصدمة كبيرة هو لم يتعرض لأي مشكلة من قبل ولا أعلم إن كان هناك مخالفات سرعة بحقه كان من هذا النوع من الأولاد بريدن فتى المستقيم وعندما يقع في مشكلة لابد أن تعرف أمه بها كان سيعترف لذا فحدث شيء كهذا لا يمكن مع بريدن لكن عندما فكر واردة بريدن في سلوك ابنهما في الفترة الأخيرة والتحويل الأخير الذي قام به من حسابهما إلى جانب بعض الأحداث السابقة بدأ يلاحظان علامات على وجود مشكلات مالية مع اقتراب نهاية الصيف قام متجر باس برو بخفض عدد ساعات العمل ما تركه مع ثمان ساعات فقط في الأسبوع مع ذلك تمكن بريدن من إبقاء وضعه المالي الحقيقي مخفيا أكد لنا أن لديه ما يكفي من الأعمال الجانبية التي تمكنه من تدبر أموره لكن في الواقع كانت مشكلاته المالية تلاحقه بسرعة أخبرني زميله في السكن لأنه في شهر يونيو تأخر بريدن في سداد حصته من الإيجار له ولم يفكر في الأمر كثيرا حين ذات ولكن في يوليو تأخر مجددا نحو أسبوع تقريبا كما علم والد بريدن لاحقا أن ابنه ما كان بحاجة كبيرة إلى المال حتى أنه قبل أسبوع سرق صندوق المتجر وقبض عليه كان بريدن يعمل في الأمن في باس برو لذا كان عمله نقل المال جيئة وذهابا عند الإغلاق ووضع الأمتع في الخزنة وكما فهمنا فإنه عند الإغلاق قام بريدن بأخذ نقود من صندوق نقاط البيع إلى نقطة الإغفال وقد واجهوا بريدن بما حدث عندما أتى إلى العمل في اليوم التالي وقال بريدن أجل إنها في شقة طيب واستدعوا الشرطة وتحدثوا إليه قليلا واعترف بكل شيء وعادت به الشرطة إلى لورنس لإحضار النقود وكما فهمت فقد قام بإعادة أغلبية المبلغ أظن أنه أعاد غالبيتها على الرغم من تعاونه مع القانون جار اعتقال بريدن فورا بعد إعداد التقرير الأولي جرى اعتقاله واستحابه مباشرة إلى مركز جونسون لإحتجاز البالغين أمضى بريدن الليلة في السجن أطلق صراحه في اليوم التالي لكن وفقا لزميل بريدن في السكن بقيت تجربة السجن تلاحقه قالوا عن لسانه إنه كان يشعر بالذعر بعدما أمضى ليلة في السجن كان اعتقاله حدثا كبيرا جدا في حياته وكان أمرا محزنا جدا بالنسبة إليه أيضا كان خائفا أعتقد أنهم بالغوا في حجم الورطة التي وقع فيها عندما أتقلوه أعتقد أنه لم يقع في المتاعب من قبل وكان خائفا وظن أنه سيذهب إلى السجن بدع سنوات كان موعد محاكمة بريدن الأولية في السادس عشر من يوليو لكن مع اقتراب الموعد بدأ أن بريدن يدع خطة لتحركه عندما ترك شقته في الخامس عشر أخبر زميله في الغرفة أنه مع والديه في أوليث وكانت تلك ليلة الأربعاء وكان لديه جلسة محكمة في اليوم التالي كان ذلك الوقت الذي غادر فيه عندما بدأ النظر في قضيته في اليوم التالي كانت سيارة بريدن على بعد ولايتين في ويومي لم يعثر أحدا على بريدن جميع الأدلة تشير إلى أنه هارب من القانون لكن أحدا لم يتوقع ذلك ما كنا لنشك في شيء كهذا أبدا لأن لدينا علاقة منفتحة مع أبنائنا في الواقع كان الأمر وكأنه غير واقعي هذه هي الحال لا يمكنني فهم ذلك من خلال محادثاته مع الأصدقاء والعائلة رسم المحقق تومسون صورة لما يعتقد أنها أيام بريدن الأخيرة في تكساس شاب يافع خجل من جريمته وخائف جدا من الحصول على حكم قاس يشعر بالذعر ويهرب أظن أنه كان يظن أن الأمر سيكون أخطر بكثير بالنسبة إليه مما هو عليه في الواقع كان ذلك أدنى مستوى يعد جنحة صريقة لم يكن لديه أي صوابق جنائية لذا لم يكن الحكم ليكون كبيرا لم يكن الحكم سيتضمن مدة ساجن أو شيئا كهذا لو أنه كان يفهم فعلا النتائج المحتملة لمشار بهذا الخوف من اعتقاله أنا وزوجتي والمحققون جميعا اتصلنا به وتركنا بريدا صوتيا على هاتفه وقلنا له ارجع واحضر محاتمتك فالأمر ليس بالسوء الذي يظنه مع أنه يبدو أن هناك الآن دافعا قويا لهروب بريدن المفاجئ من كانسس إلا أن مكانه المحدد لا يزال لغزا هل كان بريدن يهرب من القانون ويحمل سلاحا؟ أو هل حدث له شيء أسوأ بكثير؟ عندما عثرت دورية الطرق السريعة على السيارة لم يكن بريدن موجودا ثم تلقينا مكالمة أنهم قاموا بفتح السيارة ولم يبدو فيها ما يثير الشبهة قامت دورية الطرق السريعة في ويومين بقطر السيارة إلى دابلس هي مدينة صغيرة إلى الشمال من المكان الذي عثر فيه عليها ولدا بريدن قادى مسافة طويلة لتسلمها شادرت أنا وستارلا صباح الجمعة وقدنا طوال الطريق إلى دابلس أعتقد أننا احتجنا إلى نحو ثلاث عشرة ساعة للوصول إلى هناك كانت رحلة طويلة جدا وكنا قلقين وكنا خائفين مما قد نجده عند وصولنا إلى هناك أثناء رحلة والدي بريدن إلى دابلس كانا يسيران على خطبنهما الذي قام بهذه الرحلة قبل عشرة أيام من شايا شمالا إلى دابلس بالكاد ترى أي إنسان وتعبر مدنا صغيرة جدا في طريقه والمنازل متباعدة وقليلة وفيها تلال كثير إنها بلاد غاية في الروعة أثناء قيادتهما عبر المشاهد الطبيعية كان يبحثان عن أدلة ملموسة قد تشير إلى السبب الذي دفع بريدن لاختيار هذا الاتجاه لم نفهم فعلا لماذا اختار هذه المنطقة مع أنها غاية في الجمال هناك سهول هنا غاية في الروعة لكن هذا ما أراده دائما لطالما أراد أن يكون في الجبال لذا في المنطقة التي وجدنا فيها السيارة لا تتوافق وما أراده دائما كان الوقت متأخرا ليلا عند وصول عائلة فوكسا إلى داغلس في الصباح التالي ذهبا رأسا إلى ساحة الحجز لتسلم سيارة بريدن هناك أمر يزعجني هناك مفتاح رقمي للسيارة على الباب قفل لها ودائما مكان بريدن يستخدمه كان يضع مفاتيحه دائما تحت أرضية السيارة كانت تلك عادته ونظرت إلى أرضية السيارة ووجدت المفاتيح هناك هذا يخبرني بأنه أقفل سيارته وسار مبتعدا كلما استمر طاد وستارلا في البحث بين أمتعة ابنهما ازداد الاقتناع لديهما بأن بريدن ترك سيارته بإرادته تبدو الملابس وكأنه فتش الحقيبة في محاولة منه لانتقاء ما سيأخذه وما سيتركه نظرا إلى أن بريدن انتقل أخيرا من منزل والديه فلدى ستارلا وطاد فكرة جيدة عن الأمتعات التي قد يحملها معه كان هاتفه المحمول مفقودا وقد أخذ محفظته وحذاؤه لم يكن هناك كان هناك بنتال الجينز وهذا يخبرني بأنه أخذ واحدا آخر والحذاء وربما عددا من القمصان القطنية والمسدسة أيضا لكن تخلي بريدن عن سيارته يحير المحققين هل كان يحاول إبعاد الشرطة عن أثره؟ أم ترك السيارة إلى جانب الطريق السريع على أمل أن يعثر عليها؟ لا أعرف لماذا تخلى عن سيارته بهذه الطريقة لأنه يعرف بالتأكيد أنه سيعثر عليها فعند تركها على جانب طريق يصل بين الولايات فإن دورية الطرق السريعة ستأتي وتتوقف وستقوم بالتحقق منها عند عودتهما إلى كانسس سلمت عائلة فوكسا لشرطة أوليف مجموعة من الأمتع التي عثروا عليها في السيارة أحدها أوصل المحقق تومسون إلى شاهد رئيسي كان إصالا من مجر إصلاح إطارات في ويتلاند في ويومينغ ويشير هذا الإيصال إلى أنه قد اشترى إطارا مستعملا وبالطبع فإنه يحمل اسم الشركة ورقم هاتفها طبعا اتصل المحقق تومسون بالمرأب وتمكن من الحديث إلى الميكانيكي الذي رأى بريدن أيقظني الشخص الذي يدير متجر بيتستوب قانيكو وقال لي أن هناك شخصا قد أتى ولديه إطار مفقوق روبين كافمن ميكانيكي في ويتلاند في ويومينغ إنه كثير ما يتلقى اتصالات من أشخاص تعطلت سياراتهم لكنه في ذلك اليوم ساعد هاربا من وجه العدالة من دون أن يدري تلقيت اتصالا حوالي الساعة الخامسة والنصف أو السادسة كان إطاره قد انفجر عند مخرج بوردو جنوبية ويتلاند المخرج رقم سبعة وستي أراد أن أذهب إلى هناك وأركب إطارا آخر وأعود وأصطحبه وأعيده قاد روبين على الطريق الواصل بين الولايات وعثر على سيارة بريدن كان الإطار قد انفجر وتمزق أجزاء وكأنه انفجر عند سرعة عالية ولم يكن هناك من إمكانية لإصلاحه استبدل روبين الإطار المنفجر ثم عاد إلى الاستراحة لاستحاب بريدن وإعادته إلى سيارته بدى رجلا لطيفا ومستقيما شخصا لطيفا وودودا أيضا بينما تبادل الرجلان الأحاديث تشارك بريدن معروب معلومات أخفاها عن الجميع سألته إلى أين هو ذاهب فقال إنه ذاهب إلى الجامعة في بيلينز بقعوا بيلينز في مونتانا إلى الشمال مباشرة من ويتلاند هذا منطقي لأن الطريق الذي ستسلكه للوصول إلى بيلينز هو الطريق خمسة وعشو لكن وفقا لوالدي بريدن فأن ابنهما لا يخطط للذهاب إلى الجامعة ولا يعرف أحدا في مونتانا لكنهما يعترفان بأن ابنهما لطالما كان مهووسا بتلك الولاية كان بريدن مأخوذا بمونتانا ولكنت بيلينغ المكان الذي يرغب في الذهاب إليه كان في إحدى المراحل مهتما بالمعرفة أكثر عن نظام حماية الطراءة في مونتانا أراد أن يكون في الطبيعة المفتوحة كان ذلك هدفه كان نوعا من الهواس لكنه فعلا كان متعلقا بأفلام جون وين لهذا أعتقد أنه رأى في مونتانا منطقة قليلة السكان وفيها كثير من الطبيعة كان باستطاعته الصيد وصيد السمك وبإمكانه القيام بكل تلك الأمور التي يحبها ببطء بدأت نظرية جديدة في الظهور بريدن الهارب من القانون قرر أن يختفي ويبدأ حياة جديدة في مونتانا عندما تفحصت سلطات ويومين المنطقة أصبحت هذه النظرية قوية قرب المكان الذي عثر فيه على السيارة وعلى امتداد المحلق الشمالي في دوغلاس هناك محطة حافلات قريبة إنها مسافة قصيرة سيرا إلى الاستراحة ونظرا إلى شخصية بريدن كان باستطاعته السير نحو أي شخص وبدأ حوار معه وفي لحظات لن يكون لديه أي مشكلة في أقناعه باستحابه في طريقه توسع البحث الآن عن بريدن ليشمل مونتانا وما وراءه حسنا لقد اتصلنا برئيس قسم شرطة الجامعة في بيلينغز ثم اتصلنا بقسم شرطة مدينة بيلينغز في مونتانا قمنا بطباعة ملصق وتوزيعه على طول الطرق المعروفة في كانساس، نيبراسكا، كولورادو، وايومينغ، ومونتانا وحتى كندا كما تمكن المحقق تومسون من وضع صورة أكثر دقة لرحلة بريدن خارج كانساس أعتقد أنه قاد طوال الليل إلى هنا يوم الخامس عشر ووفقا للإطار الزمني الذي أطاني إياه روبين فلابد من أن الإطار قد انفجر على بعد خمسة عشر كيلو مترا تقريبا جنوب ويتلاند وعاد إلى الطريق بعد إصلاح السيارة في قرابة الساعة الثامنة صباحا من الغريب أن بريدن ترك السيارة في مكان يبعد أقل من ساعة شمالا من المكان الذي انفجر فيه الإطار ثم وجدت دورية الطرق السريعة السيارة المحبط في الأمر أنه فاتن التواصل به بحوال ساعة أو ساعة ونصف وهي الفترة التي تفصل لحظة تركه للسيارة والوقت الذي عثرت فيه دورية الشرطة على السيارة وتوقف لفحصها مبدئيا لو وصلوا قبل ساعة لربما تمكنوا من اعتراض طريق بريدن بدلا من ذلك استمر غيابه أسبوعين ما يثير الأحباط أن البحث الموسع عن بريدن لم يثمر أي نتائج على الرغم من محاولتنا الحصول على معلومات وتوزيعها على أوسع نطاق ممكن لم يكن هناك أي أدلة أخرى مر على اختفاء بريدن ستة أشهر فجأة حدثت حركة في القضية وصلت إلى المكتب في أحد الأيام ووجدت بريدن صوتيا من امرأة تعمل في جمعية مسمات جيش الخلاص في وايومين قالت إنها رأت بريدن تاليا أمل جديد بأن بريدن عائد إلى منزل قال إنه في طريق عودته إلى كينسس بعد ستة أشهر على اختفاء بريدن من منزله في كينسس تسبب منشور حول شخص مفقود بالحصول على معلومة مهمة تعمل ليندا كول في مطبخ الحساء التابع لجمعية جيش الخلاص إنها ترى كثيرا من العابرين هي متأكدة أن بريدن كان واحدا منهم نحن نوزع الخبز على المشردين أو ذوي الدخل المنخفض أو كل من يحتاج إليه وفي ذلك اليوم كان لدينا كثير من الخبز وقلنا له خذ ما يمكنه ولم يتسع له جيبه فكان يضعه تحت ذراعيه ويحاول الإمساك بثلاثة أو أربعة أرغفة بدلا من واحد أو اثنين وقال إن رحلة طويلة كان من المثير سمع ذلك فلو أنه كان في منطقة دوغلس أو شمالها لكان ذلك طريق عودته لأنه مقتنع بأن الأمر أكثر من مجرد مصادفة تصل المحاقق تومسون بأهل بريدن حيث ضربت قصة الخبز على وطر حساس سقط قلبي من مكانه لأن بريدن كان يحب الخبز الإيطالي تحديدا كان الأمر مروعا لأني أحاول صنع الخبز وهو يسرقه كان يأكله حتى قبل أن تمكن من تحميصه أثارت هذه الأخبار أملا جديدا لدى عائلة فوكسا بأن بريدن في طريق عودته إلى البيت لكن الأمل بدأ يخبو بحثت شرطة شيان في أماكن متعددة حيث يبقى المتشردون وكان جيش الخلاص وموظفوه متيقذين ويبحثون عنه ولكن لم يتمكن أحد من مشاهدته ثانية ولم نحفر على أي إشارة أخرى إلى وجوده هناك بدأ المحاقق تومسون يشاكك في المشاهدة إذ إنها تستند كليا إلى الملصق شاهدت ملصقا بفقدان بريدن وقالت إنه الشخص الذي كان هنا في الأسبوع الماضي وتناول الغداء ولكن سيكون من الصعب على أي شخص التعرف إليه رأت الملصق في الأسبوع الماضي ورأته هذا الأسبوع لكن ليندا بقيت مصردا على اعتقادها بأنها رأت بريدن كنت متأكدة تماما أنه الشخص الذي كان هنا بسبب عينيه وابتسامته لم يبدو متعبا ولا مرهقا مثل كثير ممن يأتون إلينا كان لديه ابتسامة مشرقة وكان مرحا ومؤدفا لم يبدو مثل أي من الذين يأتون إلينا دائما ولم يبدو أنه مشرد لكن الأثر توقف في شيء لم تحدث مشاهدات أخرى لبريدن في الأسبوع وحتى الأشهر التالية مع مرور الوقت بدأ أحباء بريدن التفكير في نظرية أشد سوءا في البدء أردت أن أعتقد أنه لا يحتاج إلا إلى الخروج من المدينة وجمع أفكاره ويحتاج إلى وقت بمفرده لكن كلما مضى الوقت ولم يسمع عنه أحد شيئا شعرت بالقلق وخشيته أن يكون قد انتحر وخوفي الأكبر أن يكون قد أخفق في تحمل الضغوط التي عليه وحتاج إلى طريق للخروج وكان ذلك طريقة لا يعتقد المحقق تومسون أن الفكرة القائلة بأن بريدن أراد إيذاء نفسه معقولة لا نعرف بعد إن كان ذلك حافزه الرئيسية للهرب ولكن إن كان هدفك هو إيذاء نفسك فلست بحاجة إلى القيادة عشر ساعات لذلك مر أحد عشر شهرا على اختفاء بريدن بسبب إحباطها من غياب أدلة جديدة في القضية نظمت السلطات بحثا متكاملا في المنطقة التي تركت فيها السيارة ثلاثة أشياء يجب أن نبحث عنها النظرات والقلادة قلادة والساعة هل كان يرتدي ساعة؟ أجل وربما لديه مسدس جال الباحثون في الأرض المحيطة بالطريق السريع حيث وجدت سيارة بريدن تخشى عائلته وأصدقائه في سرهم ما قد يعثرون عليه إنهم هناك في هذه اللحظة يبحثون عن جثة الجميع يفكر في هذا كما أظن أعتقد أنني الوحيدة التي ربما تحدثت في الأمر علنا بعد يومين لم يعثر الباحثون على شيء لكن رؤية المحقق تومسون لويومين دفعته إلى كساء العمى إذا كان بريدن سيستقر هناك ويعيش بعيدا عن الانتباه ربما أراد بداية جديدة ربما كانت التهم الجنائية أكثر مما يمكنه تحمله ربما تابع الهرب من هنا وفي هذه الحالة فهو جيد جدا في الهرب لأنه بالتأكيد لم يترك أي أثر بعد ويومين هناك كثير من الشبان الذين ينتقلون للعيش هنا أنا كنت واحدا منهم هناك شيء في نمط الحياة هنا يجذبني ويجذب كثيرا من الشبان من كل مكان لكن الخبرة أيضا تدفع المحقق تومسون إلى الاعتقاد بأن بريدن لا يمكنه الذهاب بعيدا من دون أن يظهر في مكان ما من الصعب على شخص بالغ أن يختفي من على وجه الأرض يجب أن يحصل على عمل ويجني بعض المال ويجد مكانا يعيش فيه وهذه الأمور هي ما تولد أثرا لا يمكنك الانفصال عن عائلتك أو أصدقائك وأن لا تتواصل معهم على الإطلاق هذا أمر يصعب فعله إن كان هاربا فهو أذكى من بحثت عنهم منذ وقت طويل جدا محبو بريدن يأملون أنه لا يزال على قيد الحياة ويعيش في البرار الغربية الواسعة كما كان يحلم دائما في قلوبنا لا نزال نؤمن أنه لا يزال هناك أنا أعتقد أنه أكثر من حائر ربما يشعر بالخجل ومنزع جدا من نفسه ربما لأنه خذلنا لم يكن يقع في المتاعب عادة أعتقد أنه متردد إنه غاب جدا من نفسه وخائف يحب الجميع الاعتقادة أن المفقدين سعداء جدا وأمنون وبصحة جيدة لذا أود أن أتصور بريدن يصطاد في مكان ما وأنا لديه كلبا وصنارة ويتسكع هناك ويشرب الجعة ويفعل ما يريده أنا فقط أريد أن أعرف أنه سعيد وآمن وأن حياته جيدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة